اشتركوا في القناة تفقد الساحة الفنية هذا اليوم نجما من نجوم المغرب ومن نجوم مدينة سلا كبرنا معاه وعشنا معاه وصديق الطفولة وصديق الدرب وصديق الحما رجل خجول رجل متواضع ما اخداش حقه ساموح وعشنا نقول لك عزاؤنا واحد للأسرة الفنية والسلاويين يعني عزاؤنا واحد لسلاة كلها السلام محمد خديه والذي كان طبق عليه المثال دي الفن بلاعار ما عندهش الأعداء رجل طيب وفاضل وخجول ومتسامح وحقا رجل يستحق كل تقدير والله يرحمه والله ينزل عليه الرحمات وعزاؤنا واحد لأسرته الصغيرة والكبيرة وإن لله وإن إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم اليوم فتقتنا رجل من عميدات المصرح المغربي رجل يعني فنان معنى الكلمة فنان قيدون من الرواد هذه المصرح رجل كافح وضرب تمارا وخدم وعطى لهذه البلاد وماعطتهه واله رجل كاتوم كان رجل كي يخدم بصمت ما عزيش عليه الأبها ولا عزيز عليه يمشي الاستجوابات أو لا يمشي التلفزيون يعني رجل كان كي يخدم بصمت فرحم الله الحاج محمد خدي وأسكنه وأسكنه فسيح جناتي وإنا لله وإنا إليه راجعون وهذا العزاء كان بتو الأسرة دياله الصغيرة والكبيرة وكانت منها من المسؤولين باش يشوفوا بعين الرحمة فهذا الرواد اللي باقين لنحن أولينك يتسابع واحد تابع واحد يعني يشوفوهم يفرحوهم في حياتهم قبل ما ماتهم فهذا هو الرجاء اللي كان طلب وكل نفسهم دائقة الموت ولا حول وراء قوة إلا بالله السلام محمد خدي رحمه الله من الوجوه المسرحية والتلفزية التي عرفناها ونحن لازلنا شبابا يانعين كبرنا معها كفنان متألق لكنني شخصيا عرفته وخبرته جيدا من خلال اشتغالنا المشترك في عملين في مسرحية التعالب وفي فيلم الطحونة عرفت فيه رجلا ملتزما بمواقيته رجلا خدوما رجلا باشوشا دائما الباشاشا كانت في عينيه نوع من التألق دائما كان يريد أن يكون متألقا أعتقد أن غيابه عن الساحة لفترة معينة في التحاقه بالمرحومة زوجاته بالديار السورية جعلته ينقطع عن المشهد الفني الوطني لمرحلة معينة ولما عاد عاد بإصرار وقوة وأراد أن يتألق أراد أن يكون محمد خدوة الذي يريد لكن أعتقد أن الموت أدركه قبل أن يدركه قبل أن يدرك تألقه الذي كان يريد رحم الله محمد خدوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر